السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزاهم تابعين الكرام النهاردة هقول لكم قصتين الصغيرين خالص برضو فيهم عبرة وحكمة جميلة بس قبل ما نبدأ في القصتين ياريت ما تنسوش تعملولي اشتراك ولايك فضلا وليس امرأ القصة الاولى بعنوان الملحد والعالم تحدى احد الملحدين الذين لا يؤمنون بالله علماء المسلمين في احد البلاد فاختاروا اذكاهم ليرد علي وحددوا لذلك موعد وفي الموعد المحدد ترقب الجميع وصول العالم لكنه تأخر فقال الملحد للحاضرين لقد هرب علمكم وخاف لانه علم اني سانتصر علي واثبت لكم ان الكون ليس له اله لا اله الا الله محمد رسول الله واثناء كلامه حضر العالم المسلم واعتذر عن تأخره ثم قال العالم وانا في الطريق الى هنا لم اجد قاربا اعبر به النهر وانتظرت على الشاطئ وفجأة ظهر في النهر الواح من الخشب وتجمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى اصبحت مثل قاربا ثم اقترب القارب مني فركبته وجئت اليكم فقال الملحد ان هذا الرجل مجنون فكيف يتجمع الخشب ويصبح قاربا دون ان يصنعه احد وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه فتبسم العالم وقال اذا كيف تقول هذا وانت تتحرك وتتكلم وتمشي ومن خلقك ومن جمع عظامك ولحمك وفي النهاية تقول ان هذا الكون العظيم بلا اله فبهد الملحد هنبدأ بقى في القصة التانية ياريت ما تنسوش الاشتراك واللايك قبل ما ابدأ في القصة التانية القصة التانية بعنوان المال الضائع يروى ان رجلا جاء الى الامام ابي حنيفة ذات ليلة وقال له يا امام منذ مدة طويلة دفنت مالا في مكان ما ولكنني نسيت هذا المكان فهل تساعدني في حل هذه المشكلة؟ فقال له الامام ليس هذا من عمل الفقيح حتى اجد لك حلا ثم تكر لحظة وقال له اذهب فصلي حتى يطلع الصبح فانك ستتذكر مكان المال ان شاء الله تعالى فذهب الرجل واخذ يصلي وفجأة وبعد وقت قصير واثناء الصلاة تذكر المكان الذي دفن فيه المال فاسرع وذهب اليه فاحذره وفي الصباح جاء الرجل الى الامام ابي حنيفة واخبره انه عثر على المال وشكره ثم سأله كيف عرفت اني ستذكر مكان المال فقال الامام لاني علمت ان الشيطان لن يتركك تصلي وسيشغلك بتذكر المال عن صلاتك وفعلا كلام الامام ابي حنيفة صحيح احنا دايما واحنا بنصلي مثلا اكون في حاجة ضائعة مني انا اقاها عرفت مكانها في ال اه وانا بصلي سبحان الله يعني اكون عايزة مثلا قبل ما صلي كنت عايزة افكر في وصفة جديدة اراقي الوصفة جات لي وانا بصلي سبحانك يا رب فعلا يعني اعوذ بالله من الشيطان يعني بيقول لنا حاجات عشان يشغلنا عن الصلاة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اه يا رب تكون القصة عجبتكم التانية اه انا بس كنا هتعجبكم طبعا اه عشان كده بطلب منكم ما تنسونيش بدعوة حلوة وعمل اشتراك اه ونتقابل ان شاء الله في قصة جديدة واترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته